بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الامين صلى الله عليه وسلم وعلى آله واصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السؤال الأول إذا كانت العغيدة سابتة العغيدة والمنهج سابتة بين أنصار السنة والسلف عغدته سابتة الكتاب السنة الدعاء لله سبحانه وتعالى انتباع النبي صلى الله عليه وسلم يبقتنوا مختلفين في شنو كل مرة بيجي أنصار السنة بيتكلم ويجي السلف يتكلم نحن نتبع منه يجي يقول لنا الله قال والرسول قال الله قال والرسول قال الله قال والرسول قال الله قال والرسول قال نحن نبقى وين في نقطة مفرقة ما عارفهم فيها شنو نتبع منه بقينا ما عارفهم الدار يلتزم زاد ونتتزم فيه منه يجي السلف يقول لك والله يا أخي الله قال والله قال والرسول قال لكن شنو أنصار السنة كعبين يقول لك أنصار السنة الله قال والرسول قال والله قال والرسول قال ويقول لك السلف كعبين يبقى الصح منه معناه ده العلمانية انت قلت انه انصار السنة والكيزان والعلمانية واليوبيف دل كلهم مالون باطلين انت بتخليط لي بين حزب يساري وبتخليط لي بين جماعة دبرتو سؤال تاني حاجة في الغوانين يعني انا في جماعة الوراء الكريم ندرس الغوانين عندنا قوانين كثيرة مخالفة للشريعة الاسلامية وبرضو مندرسها تاني التقبيل قلت انه انصار السنة بيقول حزب وبيدوك استمارة تكتب فيها ما عندو استمارة بيكتبوا فيها انا قلتو ما انصار سنة البتاعدين ما تقولش اكون تمام قلت انه لما بقوله بيقول حزب وخشوا الانتخابات يعني شنو خشوا الانتخابات ما هيزول ممكن خشوا الانتخابات ممكن خشوا الانتخابات لانشان غيروا حقيقة الدولة السودانية وقوا دولة اسلامية ما قالو ما بتمنع وقلتو مالون برضو يعني انا عصرت على انصار السنة كتير المهم قلتو انصار السنة ومشول الصوفية وقعدوا معاهم يا اخنا بعرف انصار السنة الصار السنة والصوفية زي الشحم والنار ما بتفقو نهائيا تتجي تقول لي ما شؤلهم ما شؤلهم كيف وشكرا جزيلا وانا اظن وافتكر وارع وانبسغ انو الزولة اذا ما هو كوز بشجع الكيزان او مؤسرين فوقه افتكر كده يعني لكن بغض النظر عن انتماؤه نفترض انو ما معاهم والكلام الخلاني اقول الكلام ده في لحل القول انو قال يا اخي تب تخلط بين العلمانين والكيزان مستنكر عليه وما تخلط دير يساريين قال دي عبارته كده قال دير يساريين ودير يعني جماعة اسلامية يعني كيف تخلط بيناتهم الكيزان دير ما سبب العلمانين سبب لهم فانت لو بتسمع او معجبهم بفكرتهم او كده فابعد منهم وانا بجيك لهم بعد شوية ان شاء الله طيب امسك نقاطك من البداية قال اذا كان الاختلاف اذا كانت العقيدة وكان المنهج واحد بين السلف وانصارة سنة الاختلاف وين قال اذا انتم مختلفين يبقى الصح منه قال الصح معنا العلمانين يعني بالبساطة كده يا صحيح انت ما جيبتها كبيرة اود الحلال والله كبيرة اوريك كبيرة كيف ربنا سبحانه وتعالى قال فانت نازعتم في شيء فاردوه الانصارة سنة اسألك الاية كده ولا لليل السلف السلف يعني احنا القاعدين ديل بتسميتك انت لكن ربنا سبحانه وتعالى قال شنو قال فانت نازعتم ان دي شرطية خليك مركز معي لان انا اوريك انت جيبتها كبيرة كيف مخالفة للآية ما هو انت جعلتها خيارات يبقى انصارة سنة والسلف مختلفين يبقوا متفقين ولا معناها الصح العلمانين دار تلزمنا كده انت اشكد انا قلت لك جيبتها كبيرا فهمت فربنا قال فانت نازعتم ان شرطية تنازعتم فعل الشرط فاردوه دي شنو جواب الشرط الى من الى الله القرآن والرسول في حياته وسنته بعد وفاته عليه الصلاة والسلام ماذا قال القرآن والسنة قال في مسألة المشي مع الصوفية واجب على دليل ماذا قال القرآن والسنة في المشي الاهل الضلال ربنا قال فلا تقعدوا معهم وربنا سبحانه وتعالى قال واذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فاعرض عنهم اعرض معناها شنو قل لك الزلد معرض معناها شنو معناه مقبل منا الغادي صح او ما صح صح او ما صح انت تمشي تأكل معهم وانصار السنة أكلوا معهم ناقة كاملة معا رز تأكل معهم ناقة كاملة انت أخونا ما الدافع ساي بالباطل غد تكون انت متحمس مثلا او سمعت من انصار السنة امام الجامع حقكم او صاحبك انصار سنة فده دفعك للنقاش عرفتها لكن ما يكون بالباطل يكون بالحق وانحنا اذا فيه عندنا حاجة غلط والله بناقبل بها ما نهج السلف ما هو انصار السنة بيزعمه يقوله وانحنا قبليك كنا انصار سنة لغاية قريب ده عرفتها وكنت في مكتب الطلاب حقهم ذاته انت فهم الموضوع المهم وجينا هنا انتخابات باسي منصار السنة وردرشنا واحد كوس هنا لما انبكى في جامعة البحر الاحمر والله انا بكلمك بالتاريخ فما الشغل ما حماساي والشيوخ اللي بتتكلم عنهم ديل انا بعرفهم معرفة شخصية عرفتها وكلتها معهم ملح وملاح وكسرة وعيش لكن اللي قينا انه كلامهم ده باطل يا انا بقى زي الصوفية شيخك تسلم له ما تتكلم اذا اخطأ لا تعترض فتنطرد ولا نقول الحق ولا كيف يا اخوانا ولا رأيكم شنو شباب لو كلامي ده باطل وقفوني في حدي ولا انتوا بتسكتوا من الحق هاي فأي كلام باطل ما تخلوا هنا جزاكم الله خير فانصار السنة المنهج انت قلت قال قال انصار السنة انا بعرفهم زي الشحمة والنار مع انصار السنة ما بيتفقوا ها مع الصوفية ما بيتفقوا نهائيا قال مش ده كلامك ده العرفتو انت ونحن زي ما قال زي ما قال يعني ابن سعيد ابن جبير لذلك الرجل قد احسن من انتهى الى ما سمع ده ما شل عرفته انت وجهلك بالشيء لا ينفي وجوده يعني كونك انت معرف انصار السنة ضالين ده ما معنى انه ما عندهم ضلال معنى انت معرف وغلت تكون انت معرف لأنهم هم بوي الركلو فمن ضلال عنصار السنة من ضلالهم نمرة واحد انهم مشوا مع الكباش والكلام موجود في صور وانصار السنة ذاتهم ما نكرنه انا ما عرف انت ليه بيتدافق عنهم هم قالوا ان احنا مشينا واكلوا جابهم في صور وانا الصور قاعد عندينا عرفتها كده أنا واصل موجودة ولا ولا وريك لها عرفتها ولو خشيت النات بتلقى انصارة سنة ذاته لو خشيت النات بتلقى انصارة سنة ذاتهم قاعدين يدافع عن الموضوع ده اي صح مشينا لكن الكلام ده يقاموا جابوا لهم شو بهاد عرفتها فهم انصارة سنة اول اول حاجة مشوا الكباشي الكباشي ومشوا اكلوا معاوه الكباشي ده بقول شنو جابوا في تلفزيون السودان خليك من الكتب الكباشي قال نحن ابونا الشيخ الكباشي انا معا لا لابد تخلوني افتح الموبايل عرفتها والله الكلام لابد الناس اخواني عارفوا الحق قال نحن ابونا الشيخ الكباشي ربنا اداو كون فيكون على لسانه المزيع المستضيف وجبهجي مجرم كبير عرفتها في قناة النيل الازرق قام المزيع هو صح مجرم وجبهجي ودار ينشر التصوف لكن ما قايل زولك ده بليد بيجيب قدر ده قام قال له قام قال له يا الشيخ طبعا انت قاصد يعني الشيخ بيسأل الله والله عندكم فيكون فالله بعد ذاك بدي شيخ قال له لا نحن ابونا الشيخ زاته بقول لشيخ فيكون والله قاعدة مسجلة عندنا موجودة سمعك لها انصار صنة قاموا مشوا مشوا للجماعة ده لكنهم عمرز ولابد نلتغي واجتماع اهل القبلة اجتماع اهل القبلة على التوحيد ربنا قال قل تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم ان لا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله اها فان تولوا فاشهدوا فاشهدوا باننا مسلمون والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من لعن من ذبح لغير الله ولعن الله من لعن والديه ولعن الله من غير منار الارض ولعن الله من آوى محدثا المحدث هو من والمبتدع في بعض التفاسير الحديث ويشمل غير ذلك كويس النبي صلى الله عليه وسلم قال زولة البي يأوي البي يقرب المبتدع ملعون ده كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وده المش مبتدع سايق ده الميقول لك ابونا الشيخ بيقول للشيخ كون فيكون انت عارف ابو جهل لو لقى الكباش بكفته في كلامه ده لان ربنا قال عن ابو جهل واتزيه ربنا سبحانه وتعالى قال قل من بيده في صورة المؤمنون النبي صلى الله عليه وسلم بناظر في ناس ابو جهل ربنا قال لنا صلى الله عليه وسلم قل لهم وهم مقرين بحاجات ربنا قال لهم مادام مقرين بالحاجات دي طيب ادخلوا في التوحيد ربنا قال قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه ان كنتم تعلمون فسيقولون ده المصحابة ده الناس ابو جهل جيب اي تفسير في رأسك فسيقولون لله قل فأنا تسحرون اذا كان ابو جهل بيقول الكون ده كله في يد الله والكباش بيقول الكباش بيقول لشيكون فيكون وان صار السنة بيمشوا لي ديل فاذا تشحمة شنو النار شنو النار انطفت النار انطفت جوجب هجي يكبوا فيها مويع بيقول تشحمة قاعدة سايح في امتى والله ديل ورطوا ورطوا الجماعة ديل الكباشي عندهم كتاب بتاع ود بدور فيه وعقيدة الكباشي دي تابشوا نزل تحت تنجموا طوالي اداه في كتاب اسمه سراج الساليكين طبعة وزارة الاوغاف لانه كان وزير وتاني شنو المجلس القومي للذكر والزاكرين الصفحة مية واربعتاشر قال ديل مش ناس ماتوا زمان ديل هسي ديل وديل تلقى عثمان البشير الكباشي عنده لقاء مع الجبراوي دا المحامي بتاع جماعة انصار السنة المحمدية عندهم قاعدين كده مع الطاهرة تون داك وداك معلم طفى النارهو تقال الشغلة كيف داك يقول له طبعا سوف نلتغي في الاصول المشتركة والانبساغات الممحورة وووووب بيعوا الشغلة كلها دا القاعد معه في اللغة دا غرس كتاب فوقه شنو صفحة مية واربعتاشر قال اولياء الله الكومة التمانية دي ترايكم شنو تمانية يعكد يخليك مننا احنا احنا الصمارة يجيب من صوف يدخلنا في ولاية طيب كده عزلوا لينا في الطرق دي عزلوا لينا لولي منهم تمانية بس بتكفيهم بتكفيهم لو كفت ناس برسودان ما بتكفي ناس عدرة وفي لسا صوفية كتر لعب ساي قال اربعة باليمن واربعة بالسودان ها كمان قصروا ليكم الحصة بتاعت السودان في الولاية قال فكف عن ذكر الذين باليمن قال واما الذين بالسودان فمنهم دفع الله الشيخ دفع الله المشهور بمصوبنا الحضرات عندهم حاجة يسمى الحضرة الالهية يعني يحضرون فيها مع ربهم تعالى الله عن ذلك علوا كبير وفي الحضرة النبوية بيجي النبي صلى الله عليه وسلم بيحضر ودي خاصة الخطمية اللي قاعدين في البلد دي يقول لك مرحبا في المولد مرحبا يا شنو مرحبا يا مسهل قالوا النبوية صلى الله عليه وسلم بيجيهم في المولد بتاع البحر الأحمر كويس المهم هوس قال جر الشمس مع الملائكة أربعين عاما وربنا قال والشمس تجري أسند لها الفعل برا ما في ملك بجره ذاته شو أزول دك الضاب كيف عرفته وقال ومنهم الشيخ أحمد الطيب البشير وقد ملكه الله الكون تلاتة وتلاتين سنة فما نقصت منه جنح بعوضة رأيكم شنو ده أنصار الصنة مشوا قاعدوا معاو أكلوا معاو رز انت يا أخونا ما عارف انت أنا عشان كده قلت لك ده على حسب شنو ما عرفتك انت ده واحد نمرة اثنين أنصار الصنة زي ما قال لك شيء عليهم ما ده واحد اسمه مطر إبراهيم ده برضو أنا بعرفه معرفة شخصية بنزل في المجمع مسجده ذاته زمان كنت بمشي لما همشي له بيض بقعد في مسجده ذاته عرفتها وبيضيفنا وكده الزمن داك بعد داك لما نعرفنا والله تاني لو لقانا بيشلوت بس عرفتها المهم العداوة المع الصوفية الشحمة والنار قال لأ النار جاتنا نحنا بدل بيقت مع الصوفية بيقت معنا نحنا مطر أحمد إبراهيم قال داري حرب الشيعة قام قال شنو قام قال نحنا والصوفية والأخوان المسلمين كلنا يداً واحدة على الشيعة وقال البناتنا نحنا والصوفية شوية خلافات بسيطة بنقعد في الوطن قال بنحلة دي بتحلة دي إنه الشيخ بتصرف في الكون دي بتحلة في الوطن مش لو قعدت لو زرعوك في الوطن ما بتحلة لأنه دا كفر بالله سبحانه وتعالى وربنا قال فلا تقعدوا معهم وهم قعدوا معهم دي مخالفة أمسكة عندك أنا بوريك عشان تزح بعيد لو أنت أصلاً حريص على أنصار السن تمشي تنصعهم نمرة ثلاثة أنصار السنة مشهول للأنصار صار المهدي قام أصنع عليهم سنة عجيب والثناء على أهل البدع دا دا كما قال الشيخ ابن باز اللي هو مرجعية بالنسبة لأنصار السنة في كتابه فضل الإسلام في شرح كتاب فضل الإسلام قال سؤل قالوا لو من أثنع على أهل البدع هل يعتبر داعي لهم قال نعم هو من دعاتهم يبقى بفتوى ابن باز مش الشحمة والنار أنصار سنهم ذاتهم صوفية بفتوى ابن باز لأنه قال من أثنع عليهم هو منهم عرفتها؟ وكذلك استدل بمثل هذه الآيات عمر بن عبد العزيز في شارب الخمر وأهل البدع قال زولة بيقعد مع ناس بيشربوا المريسة هما بيشرب مريسة وبيقعد معهم بس وقبضوا الحملة جات الكشة قبضتوا معهم ودتوا القسم وزاتوا ينجلد أربعين جلدة يقول لا والله أخوانا أنا المريسة وافحصوا لي أنا ضمي نظيف لا 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 انت دمك ما نظيف لأنه لو نظيف ما كان قعدت مع دين يجلدوا هزاتوا أربعين جلدة كما قال عمر بن عبد العزيز والكلام ده أوردوا الإمام القرطبي فده أصلي من أصول أهل السنة والجماعة ترك مجالسة أهل البدع والثناء عليهم ليه؟ لأنه ده فيه يعني تغرير بالناس التعبانين يعني الليلة لما أنا أكون صوفي وأشوف أنصار السنة اللي كانوا الشحم والنار زي ما أنت بيشوفهم ما شو للقادرية بقول معناه القادرية ديل شنو؟ معناها كويسين لو ما كويسين ما كان وخاصة لما يكونوا زي أنصار السنة هو زول بيتكلم في زول ده كلام شديد بعد شو ما شا قاعد معاه معناه شنو؟ معناه زول القبيل داك الصلح صحة أو لا ما صح؟ ودي ورطة كبيرة نمر اتنين الزول الصوفي ذاته لو دار يتوب ويرجع من الباطل بتاعه ما بيرجع لأنه يقول لكم صار رسولنا ذاته مجونا وجابوا معهم إمام الحرم المكي عرفته؟ ونحن نقول لهم أن أن إمامتك للحرم هي صح شرف لكن ليست لك عصمة عشان تشوف المنهج السلفي دا منهج نيض ماذا يتصوف وأنصار السنة مهما بقيت زول منهجك فهب وتمام رفتها يومك الغلطة وكابرتها بيت ترجع طوال ننجمك نمر اتنين أنصار السنة من البلاوة بتاعتهم بيثنوا على صيد قطب صيد قطب دا قال لقد ارتدت البشري عليك لك أن يجي بلي الكتاب بتاع العدالة الاجتماعية آخر صفحة أيوات تحت دا بس آخر صفحة مش بيقول دا كده طيب ديك كلام قبل قبل التكفير أسوأ من التكفير ذاته يطعن في عثمان رضي الله عنه الصفحة 161 والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا منه أصحابي فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا شنو ولا نصيفه وربنا قال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم أها تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فربنا مدح الصحابة وسيدغوطوا بنبزهم دا شيخ الكيزان ذاته مؤتمر وطني مؤتمر شعبي ليبيا غيره كلهم دا شيخهم طيب بيتكلم عن الناس الكتل عثمان قال وأخيرا ثارت الثائرة على عثمان واختلط فيها الحق بالباطل وكذاب ما اختلط فيها الحق بالباطل لأن الناس زول كتل صحابي الباطل وينه الصحابي عمل شنو يغل حسن البصري قال ما كان يمر يوم في عهد عثمان إلا ونادى المنادي تعالوا واخذوا اعطياتكم اعطيات بدك لها من غير مقابل تعالوا واخذوا نصيبكم من المال انت تكون جاي من الجامعة ماشي البيت يقول لك تعال يا فلان ما لك فيشنو ناديك عسكري فيشنو يقول لك عندك قروشيلا أسي الناس ضحك قلتوا ضحكتوا ليه هل عليك الله زول زي دا يا أخوان لا بيكتلوا دا اختلط فيها حق بالباطل قال حتى ينادي المنادي تعالوا واخذوا نصيبكم من السمن والعسل الباصطة مجان انت بتلعب قال الحسن البصري رحمه الله قال أرزاق دار وذات بين حسن فجاء أهل الباطل والضلال اللي هو الخوارج الناس اللي بيدعو حكومة وتزغط دليهم أهل الضلال والباطل والدعو على عثمان أشياء باطلة ردها ابن العربي أنا دايما في خاصة في الكلية دي بركز على اسمها الكتب لأنه انتو يعني موهلين إن شاء الله ترجعوا للكتب دي كتاب ابن العربي المالك اسمه العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم دا من العلماء المالكية جاب الكلام الجاب الخوارج ونفس الكلام الجابه ناس زمان سيد قطب جابه هنا طعني في الصحابة طعني شديد سيء رفتها قال وآخيرا ثارت الثائرة على عثمان واختلط فيها الحق بالباطل يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عمر شاف سواء يعني رجل من بعيد قال بشره بالجنة على بلوى تصيبه ابن عمر قال لما انقربت لجيت زول ملثم قال فكيت عن لثامه قال فإذا هو عثمان ها عثمان الذي يستحي منه الرسول صلى الله عليه وسلم قال قال علي ابن أبي طالب وما يدعى عثمان في السماء إلا ذا النورين قال العلماء وما يعلم أن أحدا من الأولين والآخرين أرخى سترا على ابنتين نبي إلا عثمان زول يزوج بنتين نبي في الدنيا من الله خلقه لغاية ما تقوم الساعة غير عثمان ما فيه إيجي يقول سيد قطب اختلط الحق بالباطل بلاقيه قدام قال والخير بالشر قال ولكن لا بد لمن ينظر إلى الأمور بعين الإسلام ويستشعر الأمور بروح الإسلام أن يقرر أن تلك الثورة في عمومها كانت فورة من روح الإسلام قال الكتل عثمان ابن عفان دا الإسلام ذاته قال عرفته قال وذلك دون إغفال لمن كان وراها من كيد اليهود ابن سبع عليه لعنة الله طيب عملت شنو؟ تم قلت من روح الإسلام شوف الإجرام دا كيف الزلده مش مجرم يا أخواننا محمد الأمين إسماعيل نائب رئيس جماعة انصار السنة المحمدية سألوا عن الزلده وعن كتاب ليو والكتاب ذاته بغرر فيه نفس المسائل دي التكفير غيره قالوا ليو قالوا لحمد الأمين إسماعيل ما رأيك في كتاب الظلال؟ كتاب الضلال السائل كتب اسم الكتاب غيره قال اسمه الضلال قال الضلال؟ ظلال الغراني أخ كتاب قيم في مجاله جنى عليه كثير من الناس الكتاب الغيم في مجاله قال لقد ارتدت البشرية إلى عبادة غير الله يعني نحن كلنا اللي قاعدين ديل ارتدينا عن الدين كلنا كفرنا سيد غطب جرى نائب الرئيس أنصار السنة قال الزلال ده كتاب قيم في مجاله جنى عليه كثير من الناس والجنى عليه منه جنى عليه ابن باز بيفاء محمد الأمين إسماعيل والجنى عليه منه العثيمين والشيخ ربيع وغيره من العلماء والشيخ والإمام العلامة الألباني عرفتها؟ سيد قطب بيقول الإسلام مزيج من الشيوعية والمسيحية من المسيحية والاشتراكية والشيوعية بيقول مزيج والإسلام دين براو دين ربنا نزل معصوم تي تقول لي يصوغ مزيج ما يصوغ دين ربنا نزل ربنا سبحانه وتعالى وهو دين قيم محكم لا يعتريه الباطل بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد أنصر صنة بيقول خوارج يتكلموا في الحكام في المنابر حمد اللي اسمعيل دا ذاته وبعد ذاك حمد اللي مين صوفي ذاته حمد اللي مين اسمعيل دا؟ في تقرير الشريعة بلاد الله صوفي يجيب البوردة بتاعت البوصيري فوق فوق يجيبه ويثني عليها عرفتها؟ والغلوف النبي صلى الله عليه وسلم سألوا عن المولد مي على القضية دا أنصر صنة؟ ها؟ سألوا عن المسلسلات كده دا كله خلك منه قال المسلسلات إذا قطعوا منا المشاهد الكعبة بيجوز يعني بيجوز تحضر مهند ونور ويقطعوا منا المشهد المشهد اللي بيجيوا فوق البطل والبطلة دا أنصر صنة كده يتوا يا طلبة مصدقين معي كديرك دي الشيحة ما والنار يا ولدنا يتماع عرف الموضوع دا والله إحنا ما بنقول الكلام من باب التفكه لكن دي حقيقة صار صنة حقيقة صار صنة عرفتها؟ وكلام كتير جدا ويثنوا على السرورية حمد الأمي إسماعيل وغيرهم من دعاتهم يثنوا على السرورية ولا في معاهم بل عملوا مؤتمر عن الشيعة في غاعة الصدقة جابوا فيه تكفيرين زي واحد اسمه منه برهان ولا منه؟ ياسر برهامي جابوا تكفيري عديل بكفر تكفير عجيب ذاته مرة واحد وجابوا ناس محمد حسان ولا اللي لا بدافع عنهم ومحمد حسين يعقوب بدافع عنهم رئيس المجلس العلمي بتاع أنصار الصنة الهواري ودلك مرقوا فوق في السورة قال للناس أمرقوا وكتلوا المسلمين بيجيوا يسنوا على من صار الصنة فيبقى أنصار الصنة انحرفت يا أخونا لو أنت دائر منهج صحيح أنصار الصنة المنهج القبيل داك بتاع السلف خلوه بدري وين الآن دعوة أنصار الصنة للتوحيد محاربتهم للشرك صار الصنة كله بتكلموا في أخواننا دين فعلوا تركوا سووا وين كلامهم في الخنجر أنصار الصنة ماسكين كان منبر هنا في البلد منابر كثيرة وين كلامهم في الختمية والصوفية وينه الختمية يقدلوا لأنه المسأل بيقول لك بلدا ما فيها تنسح يقدل فيها الورل يقدلوا سايح لأنه ما في زول بينكر البدع والمحدثات والباطل صار صنة إذا مشوا الموالد يقول لك نحن وصوفوا فيها ما عندنا مشكلة ونحن سوا وإلى آخر صار صنة يا أخونا أنت ما بتعرفهم مش راجع المسائل دي وإن شاء الله بتعرف الحق طيب قال أنت بتخلط بين العلمانين والكيزان العلمانين والكيزان فيه ممكن تكون شوية خلافات كده بسيطة كده يعني عرفتها لكن في النهاية نفس المنهج المنهج بتاع الكيزان والعلمانين ما فيه اختلاف كبير الكيزان لو ما يعني لو 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 عصرتهم شديد بيقول لك أن احنا يجوز الخروج على الحاكم والعلمانين برضو بيقول لك شنو نخرج على الحكومة الكيزان بيقول لك السودان بلد متعدد عشان كده لابد يكون في دموراطية العلمانين برضو بيقول لك شنو لابد من الدموراطية ما فريق كبير والمنهج الأصول ذاتة بتاعتهم بتاعة الكيزان اللي هم الأخوان المسلمين هم أصلا منهج علماني أصلا عشان كده حسن البنة قال قال وبهذا الصدد أود أن أبين مسألة قال أن عداوتنا لليهود ليست دينية وإنما في الأرض ده حسن البنة ذاته حسن البنة ده العلمنا فقه السنة يهو ذاته قال البلوة دي الورطنة فيمتى وهوس كتير جدا طيب قال يعني شنو خشوا الانتخابات أها قال الله دي دي أنصار السنة براها ما كفاية ما مشكلة قال يعني شنو خشوا الانتخابات هو أنصار السنة ذاته لما جايخشوا الانتخابات قالوا كده بتجوز لا ما بتجوز الناس اللي فيهم قالوا بتجوز قالوا هي صاح حرام لكن نحن بندخولها من باب تقليل المفاسد هسي بيقى جنو يقول لك وهو شنو الانتخابات فيها جنو هادي ما ورطاسي الحلال يبقى حرام دي الحرام يبقى حلال دي ما مشكلة الانتخابات دي وسيلة من وسائل الكفر عرفتها بعدين الانتخابات دي ما بتقف على تصويت رئيس البلد براه عرفتها ممكن تكون انتخابات في الحدود الشرعية يقول لك دارين نعمل انتخابات في حد الخمر هذا الدائر منه والما دائر منه ما قاعدين يعملوه في الجزيرة غناتة الجزيرة حقة حقة الأخوان المسلمين ما قاعدين يعملوه ها يقول لك من يريد العلمانية من يريد الإسلام السياسي والناس يصوطوا دائرين تصويت في الزنا أو في حد الزنا ناس دائرينه وناس ما دائرينه عرفتا دي 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 الانتخابات كده عرفتا بعدين يساوى في الانتخابات بين صوت العالم وصوت الجاهل يعني مثلا زول عندنا قرأ يتخرج من القرآن الكريم قرأ مصطلح حديث كم كتاب وقرأ وصول فغه كم كتاب وقرأ تفسير كم كتاب وقرأ فغه كم كتاب وقرأ عقيدة كم كتاب وقرأ لغة عربية وقرأ وقرأ بلاغة وقرأ 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 يساووا بين الزول الثاني الما قرأ ما صوتكم واحد يفتحوا الصندوق بس. امرك ده بجاي وده بجاي. ما في اي غيمة لك. انت كانسان متعلم. عرفتها? بعدين نمر واحد. نمر اتنين. قال انصار رسولنا دارين يخشوا الانتخابات عشان يغيروا البلد. هل التغير في الدين بالطريقة دي? ربنا قال ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. ده بشريعة. من حيث الواقع. من حيث الواقع بفهم كده سياسي سايب. سياسي. البلد دي اغلبة جنو. صوفية صح او لا ما صح? انت لو دائر الليلة تغير البلد. اول حاجة جنو? يعني عشان بالانتخابات. ما هو الانتخابات بتقول ليك? البي يحكم يا تو اللي عنده اصوات كتيرة صح? طيب هلأ انت قلت الصوفية وانصار رسولنا الشحم والنار. الصوفية حيرشو حانصار رسولنا? ما حيرشوهم. يبقى لو دخلوا الانتخابات مش عبارة عن تضييع بتاع اموال. يعني يبقى يشتغلوا يشتغلوا في العقيدة دي. يعني لو سياسة ساي دارينا سياسة. ناكل ناكل الدنيا بالدين. مبروط يتكلف الصوفية. عرفتها? فده كلام فارغ ساي. ده غير انصار الصنة. في الانتخابات نزلوا مرأ. اسمه بلغيس احمد التجاني. نزلها. صوت. ما عرف ليك رمزي شنو ما بعرفه. ونزلت. بلغيس احمد التجاني. وهم زمانا صار الصنة. الكام بيقولوا للناس في الجامعات وغير الجامعات. لن يفلح قوم. ولو امرهم امرأة. هل الحديث بيقى ضعيف عند صار الصنة? ولا النسوة نفلحا? وبيقى كلام النبي صلى الله عليه وسلم كضب. ها? فده ده ده كلام باطل كثير. صار صنة عندهم بلاوي كثيرا. والله ايش غلطهم طويلة. دارين يغيروا الدولة قال. هل قال لما بدو بالدولة منه? نبي صلى الله عليه وسلم هل بدأ بالدولة دي ذاتها بداية غلط دي بداية غلط نعم صلى الله عليه وسلم بدأ بشنو؟ بدأ بالمجتمع ها؟ قاعد فيه 13 سنة حتى بعد داك هاجر وربنا قوم له دولة عرفتها؟ فده كل يا أخواننا باطل عشان كده احنا خلافنا بيننا وبينهم في الأصول شوف المرجعية اللي بيزعموا انهم بينتموا لها عندها كتب منهج السلف ده ما ضيع سائب ترجع العقيدة الواسطية فيه شنو؟ منهج السلف أصول السنة للإمام أحمد شرح أصول السنة للالكاي الشريعة للأجر فيه أصول بيقول لك الزولة بيعمل الحاجات دي سلفي وإن بعد داك عنده معاصي بيشرب الخمر غيره غيره يسمى فاسق من فساق أهل السنة لكن الأصول شنو؟ الاهتمام والعناية بالتوحيد توحيد العبادة الصرف العبادة لله توحيد الأسماء والصفات أن تمر الصفات من غير تحريف ولا تكيف ومن غير تمثيل ولا تعطيل كويس؟ الصحابة سلامة الصدر للصحابة وأنصار أصولنا عندهم واحد اسم محمد نصطف عبدالقادر دنبذ الصحابة نفسه كلا مشيعة قال الصحابة بتكاتلوا في الدنيا هذا المجرم زي كلام سيد قطب ظالم حرف مبتدع عرفتها؟ بعد ذاك يكون قلبك سليم للصحابة بعد ذاك ما تخرج على الحكام المسلمين وإن ظلموا وجاروا دا من أصول أهل السنة والجماعة عرفتها؟ ما تتكلم عنهم في المنابر ما تخرج عليهم بسيف دا من أصول أهل السنة والجماعة وغير من الأصول العظيمة الموجودة البخائف الأصل دا يبين ليه إن رجع الحمد لله إن ما رجع يلحق بأهل البدع كويس؟ وده بعيدا عن الرد الرد موضوع والإلحاق بأهل البدع موضوع لأن الرد دا ما يشترط ليه إنه لابد نمرق الزوك بره بره منهج السلف حتى نرد عليه زول قال باطل قدام الناس أنا الآن بتكلم في الروكن دا قدت باطل قدام الناس أخواننا ديل عرفوا إنه أنا قدت باطل ما بجزء يوم يسكتوا لغاية ما يبينوا الكلام دا قدام الناس وما يشترط اللي يجي يقعدوا معي يا فلان أرجع دا فيه خير لو ناصحوني ورجعت خير لكن ما شرط عرفته؟ فده منهج أهل السنة والجماعة وبعد ذلك قال سؤال عن دراسة القوانين في الجامعة وده جاوبنا عليهم إنه موقف الطالب إنه تعلم الدين الباطل ما يعمل بيه يخليه والحق يعمل بيه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أنا بزاري علق على نقطة واحدة بس لو لاحظتوا أي واحد يعني من المداخلين بيجي يقول أن إحنا ما عارفين الحق مع منه أنت متأكد من الكلام دا؟ ما عارف الحق مع منه؟ دي عبارة عن شبهة بيجيبوها للباطل عشان يموها الناس الناس عارف الحق وين؟ والحق معروف إن على الحق نورة والحق واحد ربنا قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه لأنه نحن هنا بنجي زي ما قلت بتدونا أدلة ودول بيجيو دونا أدلة معنى أنت ما قاعد تفرق بس نحن نعمل لك شو يعني؟ وربنا قال في سورة الأنفال يا أيها الذين آمنوا إن تتغوا الله يجعل لكم فرقانا أزوال التغي ربنا بوري والحق من الباطل أهل النار يوم القيامة لمن بيختلفوا مع بعض ربنا قال في سورة سبا ولو ترى إذ وقفوا على النار فقال الذين استضعفوا للذين استكبروا فقال الذين استضعفوا للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فلولا أنتم لكنا مؤمنين الناس المستضعفين التبع ساكد بيقول للكبارات لو ما أنتوا أنحنا كنا شنو أنحنا كنا مؤمنين بعد ذلك ردوا عليهم وقال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إزياءكم بل كنتم مجرمين إنتوا براكم مجرمين إنتوا براكم مجرمين دايلا الناس المستضعفين اللي ضلوا عن الطريق بيجعلوا الحجة على الكبارات بيقول لهم أنحنا كنا تهب عندكم بعد ذاك ثبت إنهم أصلا كانوا كانوا أرض خصبة للإجرام وللضلال عشان كده ضلوا لذلك يا جماعة لو رجعت للسيرة والقرآن والسنة بتلقى إنه أي إنسان دائر الهدى ودائر الحق ربنا بيهديه للحق ربنا قال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء جواحد من الغدرية من أهل البدع جال الإمام من عيمة السلف قال له أرأيت إن أضلني الله في الدنيا ربنا أضلاني وخلاني أعمل بالباطل وأدخلني النار يوم القيامة قال له رايك شنو في الكلام ده ربنا بضلاني هنا وبعدين يدخلني النار قال له هل الهدى له أم لك الهدى ده حق منه حق الله صح أو ما صح قال له هل منعك شيئا هو لك أم هو له فالهداية من الله عز وجل وربنا يقول في القرآن اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين نعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والنبي صلى الله عليه وسلم كان عندما يقوم الليل يدعو الله عز وجل ويقول اللهم رب جبرايل وميكائيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لمختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاو إلى صراط المستقيم